الجزائر كانت ولا تزال ممونا هاما وموثوقا بالغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي ونحن مستعدون لتطوير شراكة طاقوية مع الجزائر وتعزيزها هذا ما أكدته المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون مع حالة عدم الاستقرار التي تعرفها السوق الطاقة في أوروبا من المنطقي أن نلجأ إلى أحد شركائنا الأكثر ثقة والموثوق بهم وهي الجزائر الجزائر واحدة من قواعد الطاقة الشمسية ذات الإمكانية الأعلى في العالم والاتحاد الأوروبي جاهز لمساعدة الجزائر في فك هذه الإمكانيات الجزائر بدورها رحبت بالشراكة مع تأكيدات بضرورة رسم أفاق وعيدة لشراكة الطاقوية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بشكل جماعي وفي ظل مقاربة شاملة فضلا عن مشاركة الاتحاد الأوروبي في تمويل المشاريع الطاقوية بالجزائر في جهود كبيرة وتعاون مع الجانب الاتحاد الأوروبي لتطوير السريع للطاقات المتجددة في بلادنا تحدثنا على كيفية تطوير كذلك هذه العلاقة تطوير البنية التحتية تطوير كذلك الاستكشافات كيفية تدعيم البرامج الجزائرية من خلال تدعيم شركة سونتراك التي تطوير المجال كذلك المنجمي للمحروقات تعزيز وتقييم الحوار مع الشركاء الأوروبيين في جميع الميادين بهدف توطيد التعاون والعمل لبناء شركة رابح رابح وتصون مصالح الطرفين